موسيقى بالطبع لا يوجد مشكلة بأي وقت أكيد ناطرتكم سيو سيو باي باي لور تذكر الأزاعة الخاصة التي دقوا لي من يومين وقالوا لي أنو حابين يعملوا معي انترفيو اي بتذكر شو ذكرك فيون هلا رجعوا دقوا لي وقالوا لي أنو المعدة رح تتكي معي وتتنسك معي المواعد أيوة وإن شاء الله طلعتيني بالكسبة أنا لأنه وقت ما سألوني قلتلهم أن أنت مسافرة أول ما قلت قالوا قالوا لي حمد الله على السلامة حكينا مع مديرة أعمالك الحلوة حلو هالحكي يعني الموضوع حقيقي وانتي لازم تعملي هالخطوة ايه أنا حابة أحكي بالانترفيو عن مشروع دو بركي حدا سمع وكان مهتم أو بده هيك شي هم هم Совر عم اتخططي من وراي بس voyage مشروع دون بعد ولكن لا تسترجع اعترد أو قل له امشي لأنه خاف يجع يزعل مني مرة تانية طيب كنتو خدونا معكم والله داخلنا من قعدة ها البيت تقبريني أول شي الفيلم كتير ما حلو تاني شي هي كانت عزمتني لأنه عم تصالحني فإن شاء الله تاني مرة من روح كلياتنا سوا تاني مرة رح ياخدنا هو ويكون هو اللي عم يصالحني بس دك تنتبه على قصة أنه أنت بدك تدفع عني وعن كل الصبايا لا 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 المرة الجاي بتعملوا هدني ومنروح بلخنا يلا دايما يا صبايا أنا لازم روح هدني معك يلا تصبحوا على خير أحسن يلا باي 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 لك ناس بتروح للسينما ونس تنزل معدها في السوق طيب شو رائعك نحضر نفس الفيلم هلأ وين بدك تشوفي؟ حبيبتي سكرت السينما دك السينما شو؟ هلأ بنزله على الانترنت ومنحضره شو بدك شو؟ لكي مرمورة أنا سمعت قصة الفيلم ومت رعبة كيف ساب شوفهم؟ يلا هلأ ليلة بدي فيلم نهايته سعيدة والبطل بيحب البطلة وما بعرف شو لك كله شقفة فيلم منتسلة مرمورة أنا عندي هين مشكلة وانتي بتعرفيها أنا كتير بتوتر إذا كان الفيلم أجواقه من النهار اللي بتعمل قلق قلق شو؟ هاتا يموتك من الرعبة يلا أنا فايت اجيب اللابتوب وانتي عملينا شغلات نشربة أوكي؟ تنوي شوفه ولا ما شوفه؟ يلا ميرا معي بشوفه حبيتوه؟ ايه كتير حلوين بيأخذ العقل هاد زوء ايك حبيبي؟ بصراحة سارة ساعدتني في يض شوي تعرفي؟ ما لا قليلة هاي القرارها مره نزلت معها السوق تتجيب غراط لك شو ملعوني؟ تمسك هالكنزة هالبنطلون هالكزاب تلاقيها فاتت قاستون حفروا تنزيل عليها لكأنه قاستون قبل القرارة ما لقليلة بصراحة رح احكي من الطرف اليمين سارة هي النقيت وانا ما نقيتش المهم كتير حلوين ولعبئين لك عن جد اذا عجبكم شي منهم بالله خدومون والله ما بيغلوا عليكم ابدا توقف شيني رحوفين فريتون ما يبلوا عليكي رح اضبون وعملكون قطيب كاسة متة بعسل لكي مليلي اها بدون عسل ها انا اكنا معيونك تخريون بالهنا دادو ه tirar مكان وغير ردًا Slovak يلا بس قولو هم يعني بفي كيك شي السلاح يا هو فيك؟ تعلم هناك شيء؟ وعارك موضوع ضروري قل ليلي يا لذي ممتعين ميّرّا؟ ميّرّا لاتنامي، لم تأخذ لي بنا أحضر الفيم؟ ميّرّا أحضر الفيم؟ لا نايمة، بنا نايمة، بحضر معيك تبحضر الفيم معي، ولكن حضرته لحالي، أرى بشأن مم علي الطلاق بزمتي بضميري بوجداني إذا لسه تحكي معي بهذا الموضوع راح أزعى منك ومعاد أتحكي معك فتا ما حولهم تحكي معي المصاري دادو يا حبيبتي مو أنت متفقة مع نورة على راتب ثابت آخر الشهر أو هذا الحكي كان لما كنا بالمكتب هلا ما في حدا فينا عم بداوم بأي حابد يأخذ راتب آخر كل شهر وإذا قلتلك أنها هي رغبة كل الصبايا وهنا قالوا لأنه أنا أقناعك أنا كنت معتبر حالي صرت واحدة منكم وفيكم بس للأسف اكتشفت أنه لا أنتوا معتبريني مجرد شقفة موظفة نحية رهوفة أنت شي إختلة صغيرة أنا بقبل أخذ مصاري بشرط واحد بس شو هو أول ما بقبض بطلع من البيت No way ميرا حبيبتي من كفية بكرة وبالنسبة إلي الطوبة ما بقى أقترح عليكي شي تصبحي على خير وأنتي بخير يا الله مميك يا ميرا أنا شو بتعمل لحضروا وللا مرحبا مرحبا صباح النور ارسي نيديا كمتصل يا سلام؟ هيك ناشفة؟ بعدين مو بالعادة بنشرب قهوتنا سوا وانا شافة فنجان واحد بس محلو تشربية مع الموظفين شربية لحالك يا سلام أو ماي جود شو منسينا القصة؟ افردي يا بقى محلو لبيتو انت زعلاني يلا عساري عنطا عالمطبخ و جيب فنجان قهوة تانية انا ما فيني اشرب قهوة بدونك بعدين عندي موعد كتير ضروري بدي روح بسرعة رايحة؟ اي رايحة عندي انترويو كتير مهم ولازم كتير ريلاكس و اذا ماكنت ريلاكس بدي افشل و اذا فشلت بتكوني انت السبب بقى يلا عساري عنطبخ و جيب فنجان قهوتك و اضحكي سامحتك رح جيب فنجان قهوة اشرب بعيك يلا اه بونجور سوسو ساري سوسو مش بك ساري هم تضغع لزيمون موسيقى صبايا كنا اهلا وسهلا فيكي نوارتي المكتب يلا شوي بجي الاستعز بلتقي فيكي موسيقى سوري بس لش ما في اي لوحة وايشارة تدل على اسم الازعاء ماذا؟ لا أعني فكرة أبداً يعني نحن هنا في مقر الإزاعة؟ هنا مكتب الإدارة يعني... سواري بس يعني أنا بعرف أن الإزاعة فيها استوديوهات فيها معدات يعني أقلها فيها موظفين أنا ما عمشوف حدا بونجود مادام بيسعدني إليك أنه الغفران أثام سترحب بالمركس سوبرستار دادو شكلك ما تذكرتني وبعرفك على حالي جو مدير أميرك السيدة هادي أنت؟ يبعت لك حما يا جو سارة يا سرسورة يا خبيبتي احكي معي شبك ماذا هو الفيلم اللي حضرانينو؟ لا أعرف هذا اللي حضرتي إتيو جاد الله لا يوفقك خليتي إيض حضر هذا الفيلم أنت بيموت من البرعبين سارة سرسورة حبيبتي احكي معي يا الله هي قالت لي أنه بتتأثر بس هيك عنجد؟ ماذا هو السلبة هاي؟ أنا عندي حلفة لاجي زيت الخروع ما قلنا غيره لا زيت الخروع لا أنه لك تعمل بمزح معكم يا جماعة يعني أنه بمزح مع ميرا عم ترحج لتكون كلكم مبارك عم ترحيلة عم ترحيلة عم ترحيلة عنجد أنك سئيلة أنا كان من كلها لكم بالصدق هلا في لك تربية هلا إلي انكسر رح يتصلح وأنا في شي من داخلي هك عم يقلي أنه دادو رح تسامحني ورح تنسى الماضي كمان وكمان بحب ضيف لهذا الشي لازم تعرفي الدوافع اللي خليت جو يعمل مع دادو هايك ماذا؟ دوافع شو؟ أنا أمنتك على كشي وأنت بكل بساطة خنت الأمانة وقضيت علي ورجعتني على الحديدة جاي هلا بكل بساطة تلزق اللي انكسر؟ حدي حيلك؟ رأوا إيه؟ وقادي خلينا نتفهم يا عمي عم بعترف لك أنه أنا غلطان غلطت إيه؟ أنا غلطان بس بنافس الوقت قلت لك كل شي رح يتصلح يا دادو وقادي بالنسبة إلك ممكن رح يتصلح بالنسبة إلي بالنسبة إلي ما في شي بيرجالي سقتي فيك ويا ريت ما تفرجيني وشك بحياتك وأنا رح أنصف من ذاكرتي إني شفتك في يوم من الأيام بس إذا عرفت مين هو الشخص يلي طلب مني يتواصل معك وأنصف عليك أكيد رح تغيري رأيك هم لا تفرجيني وشك المهم ما تفرجيني وشك نبر 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 عم سو سوري مدام دادو سو سوري لازم تعرفي إنه جو ما بينصب على حدا هاي أولاً وتانياً أنا هلا قدامك رح أتصل بريهام يلي طلبت مني أني أنصف عليك ولا أنا مش قد هالشغلي مش رح أعمله وإذا بدك رح يصفح حساباتك معهم لحالك بعيد عني يا ريهام يا ريهام قلت ريهام إيه؟ ريهام بس المبلغ اللي طالبتي أنت مؤليل من نوب يا ريهام وأنت بتعرفي الحالة اللي أنا فيها حالياً بايبي يعني أنا لو ماني مضطرة لهذا المبلغ ما كان طلبته منه يا ريهام بعدين بايبي معقول يعني أنا أدينه من الغريب وأنت موجود طيب يعني ليش كل الأد مضطرة لع المبلغ أنتي مونا أصر شي لحتى تحصي المبلغ ولو بدين يعني ولا شي في هيك شغلة براسي بدي أعملها ومضطرة لهذا المبلغ ما بيبي طيب خبريني شو هي الشغلة يعني ما بقدر إلك شو هي الشغلة بعدين بتعرفها المهم أمن لي المصاري خلاص بحاول كيف يعني بتحاول؟ يعني بحاول وإذا قدرت ما بصر لا بدك تأمنون لو بدك تتبوصة على الأرض ما في مشكلة لايكي لايكي هاي الصورة لقيتها لقيتها كان هون أخذني سامر مشواره كانت دنيا تلج كانت الدنيا معباية تلج هون كنت لابسته الشغل اي بس سامر لحاله بالصورة طلب منك يعني أنت تصوريه؟ لا هون يمكن طلب من شرطي مروق انه يصورنا اي فمت بس أنت وينك بالصورة كانت دنيا مليانة تلج ومغطايا السيارة فمون بين الصورة كلها اي اي اوكي اي فأنا كنت بيقلب السيارة الدنيا كما شغل البيرد هيا سيكوني انزل انا بردتي بموت راهوفة هلا أنت عشبت بي ولا جاية تتغلي فيني ولا شو بالضبط سأعلمني صار لك ساعة تتحكيني على سكان فبد طلب وابان وملي بحظه بقى وخلص معلكي عجبني يا اختي وملي بدي اياكي تعمليلي كنه لانتغلي سانية والله سامحك إنا عمل لك كنت لعبسة ويبارك للناس لانتصبقيني شو أنا مكذب بالعادة؟ أعوذ بالله الدنيا كلها بتكذب وأنتي ما بتكذب بي أعوذ بالله شو هم تكذب بي بس أنا قلت بلتي عجبني هالسكارف وطلبت منك تعمليلي مثله؟ تعرفي كنت فرجيتك يا بس أنا في حدا استعاروا مني وما رجعوا ولا ما بحب أني إلحق بهاي القصص خلص الله يسامحوا صحتين على قلب أبعا أنت كريمين بس يعني بعجبك بالصوف أنا مو بس بعمل قهوة وشاي طيبين أنا بعجبك بالصوف بعمل شغلات فلاجية بعمل لك أحلى منه بستين مرة طيب معناتها عندي شاخلة كتير ومصورة ورجيني شي من شغلك يلا يلا لكي بس عندي شغلة بدي عملة وبرجع فرجيكي خلبيتك يا راب شو كسابي سيباك يا سبب جو احكي بوضوح ليش لتجي ريهم لعندك أصلا كيف وصلت لك وصلت لي هايك كيف يدئلك يعني كوانسدنس صدفة شوف جو رجعت التلف والدور يبعت لك حما أحكي بصدق هيدا هو الصدق اللي عم بحكي لك هاي الشغلة كيف صارت كنت عمت عشة أنا وعالتي وبنتي وبمطعم وهي كانت راعدة على الطاولة اللي حدنا طاولة قريبة كتاب وبنتي كانت جاي بيرفقتها معا على أساس متراهني هي وإياها إنه أنا بعرفك وسألتنا وجوابتها أم أم سمات ريهامي ما بصيرتي وأجت سألتك عني لا مش فورا طلبت مني إني اتواصل معا مشين شغل تاني يوم التقينا أم وبعدين تاني يوم إجيت لهم وحكت يا اللي قلتلك يا وطلبت مني إن أنصب عليكن عن طريقك بس أنا رفضت كلمة أنصب شو تقول لي أنصب قلتلك تاري مفرداتك لو سمحتك أم وشو المقابل المقابل مبلغ كتير كبير ومحرز وهي دا غير اللي بحصله منكم يعني يا خربت لك يا ريهام لك أنا شو عملت لك لحتى تعملي فيني هيك آه وحياتك يا حياتي جو رفض هيدا الشي كليا خلص جو القديم اختفق وعلق جو جاي يصلح غلطه معي موسيقى رعوفة إماني لا تنقع لي خلص أنا ما أنا قادرة لا أنزله لا أشوف حدا موسيقى هي الثانية نور قادر وزعلاني على شو مكبر القصة آه على شو والله نور قل بطيئ بسي ما بتحب هاد المزيح ما بتحبه انا من الملال قلت لحالي قال بسليكن وبعملكن جو ولو ما أنا اخترعت قصة زيت الخروع كنتي لهلم جننتيون موسيقى شو يا ضحكونا معكم هلو شي نور الصبع صبع؟ لا راقت حسام اجم شوي يا سلام هاي فرستك بتنزلي طبيعي كتير وتأدي معون بتسامحك فورا اي وليش با لانه الحب تحت اجا زيارة فابتكون أجواء المسامحة والغفران كتير يعني هيا الله هنيكن انتو أجواء المسامح كريم موكرم نشوفك، ببقى بذكرك اللي متل هلأ إذا حبت بتعمل زلزال لكي شو، راوفة نشيليني هلأ من الزلازيل معناتا أنا هلأ لازم أنزل واستغل الفرصة يا سلام، قومي يلا يلا باك، تحركي تعولي طميني شو بصين واعيك على واتساب يلا يلا باي طلع بالمرة مهستر أعطيته المخططات وعطيته أرقام الورشات وقلت له عميل بيتك بإيدك أنا ما دخلني أحسن شي عملتو، لكان واحد يغير الحياة كل شوي هذا مجنون أكيد مجنون هاي نور كيفك؟ هاي هاي كيفك؟ هاي نور كيفك؟ هاي نور كيفك؟ نور كيفك؟ نور كيفك؟ هاي نور كيفك؟ أحبت أن أقعد قد أسكن شوي لأنه أعرف أنه ممكن أن يقصده بأعداء بدوني أكيد، لا يوجد شك حسن، أمم، شفت ليه الأمر؟ عن جد، تخيل أن شعوري الواحد هكي فيه ويتصبح به الوشك كل يوم أكيد، أكيد تعرف حسن؟ أنا من يوم متعرفت على نور بحس حالي كل يوم، أحب حالي أكدر بشكلي أنا بعرف شي تاني كأنه فيه حدا مزعي الحدا وهذا الحدا مناوي يرضى ما؟ بس لو تعرف شو عامل أنا بحكي له لحظة أنا بحكي لك هلا القصة وإذا حسام قال إنه القصة فاضية وليس محرزة إبدا إنه تكبر هلقت فبتصامحيني موفقة؟ القصة فاضية وليس محرزة بصراحة حسام؟ قصدي إنه بس لا أسمع الموضوع من قريب فضل لكن حطيت اليوم بأكتر موقف بيخجل بالعالم تمنيت الأرض تنشأه وتبلعني يا ساتر، شو صار؟ مرضو يدفعوا لك حق الأعلام؟ لك لا، مو هم المشكلة المشكلة إنه أنا عندت وكبرت رأس وقامت لأمشي هيك؟ من غير ما تستأذني؟ لك سمعي شو صار؟ كنا قاعدين وكان في مرتلة صاحب المحل قاعدة معنا قامت لأقوم أم حساتها مسكت فيني مشانضل قامت عن ندت وقلت لأسوري مادام وما فيني وفيني وما بعرف شو بلا ما دور وشوف مين اللي ماسكني قام طلع جوز اللي ماسكيك؟ ولا لا كسر المحل فوق راسهم ولا لا يا ريت، طلع طرف جاكيتي عالقام بالطاولة ولا حدا ماسكني ولا حدا سألان عني وأنا سوري مادام وفيني وما فيني وبيناسبني خرجت جو يا ميديا جو، لك كيف ضبطت معك؟ لك هذا الزنمي، كان لازم ترفع فيه دعوة أساساً مو عالأزل نفسي، عالأزل مادي كمات هو كان لازم هيك يصير بصراحة حسات في شي متغير بعد اللي عتنسي أنه هو لدق لي، مو أنا لدورت عليه و لقاته لا ولو، عنجه دعم تحكي يعني هي عساس بتفرق مين دور عالتاني هذا لازم يرجعليك حقك عم تفمي؟ بالطبع، هو عرض علي يعودني عن طريق الشغل أنا شغل، ما فهمت عليك أه؟ آه؟ ما هو اقترح علي أنه يكون شريكنا بمشروعنا ما عرفتي كيف؟ عرض علي يجيب عالم اتمول المشروع لأنه هيك اقترح هو، ما دخلني صوت صوت؟ أنا هذا الظلمي مستحيل أشتغل معه لك هذا واحد نصاب إيه، وأنا كمان أنا كمان هيك قلت أنا مستحيل أشتغل معه نووي أشتغل معه إلا إذا إلا إذا شو؟ إلا إذا طلع 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 الظلمي صادق بكلامه عن ريهام تعالي أقولك خلينا نلحق الكذاب لا نشوف شو بيصير تعالي أقولك اللي بجرب اللي بجرب عقله شو بيكون؟ مخرب مستحيل ما بعرف أنا موضطة معي القصة جو يا ميديا هي بعث لك حما يا جو بس بركة الله يا سادق تسلم تسلم الله يخليك خجل لا ولا لا هذا شغلي تسلم شكراً كثير لألاك شكراً على زوءك الله معك باي باي شو رأيك فيني؟ مياع لك فيني ما؟ شو كان عمي لك آخر شي؟ شو شو قال لي آخر شي؟ قال لي باي لك دانا أبذل باي شو قال إليك ساعة متقولي شكراً وقلبك وروحك وما بعرف شو وتسلم لي قلبك وعيونك أنا قلت له عيونك ويسلمني ألمانك يعني ما كان ناء صغير تقولي يون شو كان عم يعمل عم يتغزل فيك؟ قولي لي؟ أنت ما بتقدر ينظر نهار بدون نكاد؟ لازم يبلش نهار نبي نكاد؟ لا يا سيدي ما كان عم يتغزل فيني هاي طبيعة شغلي أنت بتعرف أني أنا بشتغل بالعلاقات العامة والبي آر معناتها من الطبيعي أني أنا ساير الناس شو اللي بيزعج بالموضوع؟ ما حلّك تحفظوا اللي شغلي؟ آآآآه يعني هلي صغر فيه شغلي وشغلك؟ ماشي ياد آآآ ماشي هادل لانت فيمتغلها؟ هادل لانت فيمتغلها؟ يعه فكرة فيكي فيكي تعملي شغلك وبكل الاحترام وبدون هادل التوجيب الزايد وإذا anderes عادي يعني بسه ما شافك بالزلمية على التليفون مكرمال هيك ما لازم تتدايق لأنه تليفون كله على بعضوا شئ في التليفون يعني الزلمة ما شافني كله على بعضي شلون تزل شافني وغازلني شو بتعمل؟ تجاد؟ اي خلاص تجادو؟ 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 مالك خلاص بقالعما ما قلق معك بساك شراب قمت يقبرني هالوش يقبرني لي ما بيقدر يبلش نهاره بدون نكهة والصوسبنز يلا 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 أكد لك أنه جو عم بيلعب شي لعبة بس شو هي؟ الله أعلم طيب ليش حكا لقصة ريهام؟ وكيف أعرف فيها أساساً؟ انتي خايفة على جو لك هذا حية من تحت تبن تعلب لأنه بدأ يوصل لللي بده إياه رح يسأل عنك عن كل شاردة وواردة او ماي جاد يعني قصة ريهام كلها تلفيق أكيد تلفيق وهو متأكد أنه أنت ما رح تروحي تسألي ريهام وأنا أكيد ما رح أفتح مع الموضوع هالحقير ما ليقدران استوعب كيف قدر يقناعي بأسلوب الرخيص ليكي قدي صلنا ناطرين لا بيّنت ريهام ولا أجت على المواعد لكي بعتلك حمّة يا جودا خلق منه ومن سيرته خلينا نمشي It's better دادو دادو شوفي من أجا لا 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 حربيتك شو حربيتك أنا ما فيني اسكتلة ما فيني اسكت عن تصرفاتها ليكو أنا لازم موقفة عند حدة بالعكس تماماً ستنا اسمحيلي اختلك معيك بالرأي انتي اللي لازم تعملك اللهي شو بدك تعلمني كمان أنا كيف دي اتصرف ولا شو بدي أعمال لا العفو مش القصد يعني اني علمك بس رهام إذا عرفت إنه نحنا عرفنا شو هي عم تخطي هاي دي مصيبة أكيد رح تصير تفكر بطريقة تانية لذلك اللي منعرفه أحسن من اللي ما منعرفه إيه مظبوط مرات اللي بتعرفه ممكن يكون أسوأ شيء أنا برأي جو موحق نحنا لازم نعمل حالنا ما درينا ونفكر بطريقة نقلب الطاولة عليها أنا بكل مرة بقول لازم وقفة عند حدة هاي الطريقة الوحيدة اللي لازم نعملها مع هل خليني ساكتة وات كان ويدو كيف جو؟ شو الطريقة؟ ما في غير الطريقة وما حدا بيعرفها غيري مش كبرة وشوفت حال سمح الله لا أبدا بس دائما الناس بيقولوا جو عنده زكاء منقطع النظير طبعا ليكو النجاح يا أصدقائي النجاح وبس النجاح مشروعكم رح يكون أكبر ضربي لريهين لكن وبعدين بها الشكل هي بتضلى موهومي إنوا أنا عم نتفذ كل شيء هيا عم تطلبوا منا وهيدا الشيء يقولوا تمان نحن رح نسحب مننا مصاري ونكبر أكتر وأكتر وأكتر لك شو أعمل معك أنا؟ ما فيني أعتمد عليكي؟ وين اللي كانت على أساس بدي تجيب معها رهف؟ يا خجلتي منك يا مدام يا خجلتي يعني بصراحة أنا حاولت كثير وما تركت حجة تعتب علي بس هي تنحت ما كانت تقبل تجي مناش مو على أساس في عندك وسيلة إقناع رهيبة؟ مظبوط مدام أنا عندي طريقة رهيبة بس بإني إقناع الناس إن تشتري من عندي يعني مو إقناعوا إنه يروحوا معي وين ما بدي بس مدام يعني يعني وحدة مت الرهف بشو ممكن تفيدنا؟ منك هاي اللي بتفيدنا يا مدام يا حبيبتي ترى هي وحدة مجنونة ها وبنص عقل ما رحت قدري تستفيدي منها بشي سألي مجرب وأنا هاد اللي بدي ياه العائل والفهمان ما بيقدر يعمل الشي اللي أنا عم فكر فيه هم؟ بدي حدا ما يسأل ينفس وما يسأل طيب معلش بس هاي المرة تاخديني على إدعقلي وتقليلي بشو ممكن تفيدنا؟ لك بقلك بدي حدا ما يسأل بتقومي بتسأليني؟ لك معقولي إنتي؟ لك قومي منار قومي دع نفسي قومي إنتي شو عم تقولي؟ إنتي متأكدة؟ أقري بعينك مطلوب مبرمجة أونسا للعمل بمشروع إلكترونية خص الصبايا ما أقول؟ خايفة يكون في حدا سرق فكرة المشروع وعم يدوروا على مبرمجين لي نفسوه إيواء هلا المهم انتي ضلي تابعي هاد الموضوع وإي شي بيستجد خبريني؟ أنا رح أتواصل مع الشركة وقلنا إنه أنا مهتمة بهاد الشاغير الوظيفي وبروحها الانترفيو إيه؟ بس بدك سيفي محترم؟ ولا يهمك هيلابدي رح عامل سيفي مرتب روحها الانترفيو بعدها بقلك شو الترتيب طيب أوكي يمشي نطلع نقعد مع الصبايا ميديا بدو تخبرنا بشي خير شو في كمان؟ في حدا طالب يكون معنا بالمشروع وحابة استشيركم بهذا الموضوع يعني سبونسر؟ أي ممتاز؟ ما تستشيري حدا كلنا مستأكين على شغل؟ لا لا نوي ما استشيركن لأنه هذا الشخص بالذات أنا؟ ما بو سقفي؟ يا سلام، معنات بتنسي الموضوع تماماً انتي سألت حالك سؤال وانتي جاوبت علي مضبوط، يعني نحنا تعاملنا مع أشخاص تقتنا فيهم كتير إليلة وخزلونا كيف يعني شخص ممنو سقفي بالمرة؟ لا هو ما حيكون شريك فعلي ولا حتى مموّل لا شريك ولا مموّل؟ اي شو هالشريك المانو شريك بشي؟ ما بعري؟ حبيبتي، هذا الشخص ممكن يلاقينا جهات تمويل عنده علاقات كثير نوارا، انتي شو رأيك بها الحكي؟ أنا شايفة أنه بكرة حتشمعوا فيه بالشركة حتسمعوا منه، وبعدين بتقرروا ايه؟ وأنا من رأي نور، لازم تتعرفوا عليه وبعدين تقرروا لأنه بالنسبة إلي كان إلي باد إكسبيريينس معه بعد الإجتماع بيحكي لكم عنه يعني كل مرة منلتقى بمموّل جديد بقل لهم خلوني أنا أتصرف لا، نحنا صغار ما من نفهم وبس هننا اللي فاهماني ميرا، شو بتكشو؟ ليش هنق عند الصباح؟ يا حبيبتي، ماني عمّنق بس شمرة يتركونا نتصرف إختي، إذا ما عرفنا، ما عادي يثقوا فيني ولا فيكي ليش أنا شو دخلني لحتى ما عادي يثقوا فيني؟ إذا انتي معرفتي تصرفي، معنات ما عادي يثقوا فيني إلي؟ شو هالحكي شو؟ لك يا حبيبتي، قصدي ما عادي يختبروا طريقتنا، جيلنا، عمرنا أنا وإنتي سارة شبكي، ليش ما عادي فهمتي؟ أنا ما عم بعرف شو عاملة بحياتي حتى يكون جزايس مع هالمحاضرة عند الصبح يلا خلصينا يا دو باللحاء هلا جهزيت؟ هلا صارت بالإنترفيو نور، نور، نور نوارتي شبك؟ هلا كوني أسئلة آي؟ أبليكاشن للبشرة والأضافر، يعني شي ما خصوا بشغلنا مهم؟ وبلوكي؟ لا، قلت لهم أني مرتبطة مرتبطة؟ شو عم يتقدموا لك؟ شبك نور، مرتبطة في شغل ما شبك؟ أبو علي، روّق علينا، شبك؟ روّقنا، شو صار بالاجتماع؟ جو عالطريق ومين هات جو؟ عم تسرق فينا الإيام عم يمضل عمر فينا والأمل سهرنا ونا حتى أكون أحنا خفينا كل يوم في أمل في أمل الشيء يمكن يضحق يمكن يكون ضو الشام سجادي نوره عم يدفينا موسيقى شوفنا إحنا وبكينا شو حلمنا وتمنينا حبينا وتحبينا اوهات المحضر على الأيام الحلوة العشناها جمعت ما تصد في وصرنا رفع على طول بقينا رفع على طول بقينا و الأمر صهرنا ونا عدافوا رحنا فينا كل يوم في أمل في أمل جديد يمكن يتحقق اشتركوا في القناة